المجلس النواب المغربي ينهي الولايات الشريعية بمصادقة إلى 383 نص قانوني منها 18 قانون تنظيمي منها 22 مقترح قانون وهذه واحد إنجاز كبير جدا خصوصا أنه في مرحلة أسيسية بدستور جديد قواعد اشتغال جديدة اشتغل مجلس النواب منذ البداية على وضع النظام الداخلي من مجلس النواب ثم تفعيل له التقوية دي الرفع القدرات دي الإدارة لمواكبة هذا التحول الكبير الذي يعرفه مجلس النواب كذلك الآخر دورة ستشهد تقديم تقرير حول تقيم السياسات الأمومية للوظيفة الجديدة التي أعطاها الدستور للبرلمان بتزامن كذلك مع التقرير الذي سيقدمه مجلس المستشارين في دورة أبريل الأهم ما فيها الوظيفة الجديدة هو أولا الاستعداد والإعداد الكامل للمنهجية دي الاشتغال على أساس وضع المفاهيم الأكاديمية والعلمية والسياسية لتقيم السياسات العمومية دور البرلمان في تقيم السياسات العمومية حتى لا يقع هناك خلق بين الأدوار الأخرى الموكولة للمؤسسات الأخرى خاصة تقيم الذي تقوم به الحكومة أو تقيم الذي تقوم به مؤسسات الحكامة فمجلس النواب أول برلمان عموما يقوم بتقيم الآثار للسياسة العمومية على المواطن كان الاشتغال شوية معقد لأنه كان لابد أنه نوضع المصطلحات نعطيوها حقها خاصة المصطلحات التي جاء بها الدستور فيما يتعلق بتعريف سياسة العمومية أولا ماذا نعني بالسياسة العمومية ثم ماذا نعني بتقيم هذا كله خرج في واحد الإطار مرجعي وقمنا بتقيم السياسة العمومية المرتبطة بالتنمية القروية واخذينا فيها ثلاثة المحاور هي معقدة مكونة من مجموعة من البرامج ثلاثة المحاور الرئيسيا محور الأول هو البنية التحتية المحور الثاني الإنسان محور الثالث للأنشطة المدرة للدخل المحور الأول هو اللي اعتمدنا عليه وعملنا فيه جوج ديال البرامج برمج البرنامج للكهرباء القروية والبرنامج التزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب على أساس أنه مستقبلا ستتم العملية ديال البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بفك العزنة عن العالم القروي الطرق المحور الثاني اللي هو الإنسان الذي سيشمل الصحة والتعليم والمرفق العمومي من مدرسة من مستوصف من مقاطعة من قيادة من جماعة إلى غير ذلك ثم في المرحلة التالية سيكون الأنشطة المدرة من الدخل من فلاحة من صناعة من تجارة من صناعة تقليدية إلى غير ذلك هذه أهم المحاور التي سيتحدث عنها التقيم عموما وخلاصة أن مجلس النواب قطع شرط كبير جدا في القيام بدوره كمؤسسة أو كسلطة التي تضع التوازن بينها وبين السلطة التنفيذية وقمنا بدور ديالنا تقريبا 37 ألف سؤال شفاوي 8500 تعديل التي تقدموا به النواب خلال هذه الدورة هذه كلها أرقام كتعطينا واحد يعني الجهد الذي قام به النائبات وخلال هذه الولايات الشريعية يرجع أنه يمكن تعقد جلسة استثنائية لتكليل تسويط على بعض لا لا الآن الحديث عن عن دورة استثنائية والسابق لأوانو لكن مرتبط بمجموعة عمل المعطيات اللي الآن لن نتوفر عليها إذا كانت هناك نصوص تشريعية إذا شغلت اللي جان إذا كانت نصوص جاهزة أنا ذاكي ممكن لنا ندروا دورة استثنائية وإلا ما يعني الضرورة ليست مليحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر